في إطار التخليد اليوم العالمي للأشخاص المسنين نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لقاء خصص لإطلاق خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة تحت شعار من أجل شيخوخة النشيطة وتتماشى هذه الخطة من حيث منطلقاتها وأهدافها مع مختلف الأوراش والبرامج التي أطلقتها المملكة بقيادة الملك محمد السادس في مجال حماية الأشخاص المسنين والنهوض بأوضاعهم كما تنسجم هذه الخطة مع الالتزامات الدولية للمملكة من خلال تثدير العقبات التي تحول دون المشاركة التملت للأشخاص المسنين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبناء بيئة تمكينية دامشة هذه الخطة خطة العمل الوطنية للشيخوخة النشيطة تمت البلورة ديالها في إطار عدد من المرجوعيات التي هي التوجيهات السامية ديال صاحب جلال نصره الله والعناية الكبرى لتعطيها لهذه الفئة اللي هما المسنين ديالنا وأيضا دستور المملكة المغربية ومخرجات النموذج التنموي والتزامات البرنامج الحكومي فاشتغلت بزارة صدم الإدماج المعي والأسرة كما قلت في إطار الالتقائية وشاركة مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى والمؤسسات الوطنية المعنية وتمت بلورة هذه المشروع ديال الخطة خطة العمل الوطنية لشيخوخة النشيطة اشتركوا في القناة